أنا رحت لصحاح أربعة اللي بتتكلم في آية خمسة عشر لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية ده الفرق ده الفرق الوحيد بلا خطية حتى التعبير هنا يقول يسوع ابن الله ما نفعش ابن الله لا أنا عايز يسوع ابن الله ليه يسوع ابن الله يسوع اسمه الإنساني اللي قربه بيه كإنسان يعني واحد مش واحد مننا هو مش مننا واحد زينا في فرق بين واحد مننا هو مش مننا ده جي من فوق مش من الطرق واحد بس جي زينا بس زينا مجرب يسوع الاسم الإنساني اللي ده اللي بندوقه بس لا مش بس ابن الله فبحب أقول لكونيه إنسانا نجربه في كل شيء مثلنا بلا خطية فمن ثم يخدر أن يرثي ويشفق ويحس بمشاعرنا الإنسانية وبيتعاطف معين ويتعاطف معين لأنه بيحس حس بكل اللي بنحس بيه بس كده ده ما يبقى العين بصيرة والإيد قصيرة زي ما بينهم لا أنت ما تنساش أنه ابن الله ابن الله يعمل كل حاجة يخلص من أي مشكلة فمن ثم ما يخدر أن يخلص إلى التمام فعشان كده لما بيقول إن فاسخط شارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما يقول لنا بقى لكي التانية لكي يبيد بالموت زي كاللزير ليه حيموت ما بقول من قلنا لكم جاي يموت عشان يبيد الموت يحل مشكلة الموت الموت أجرد خطيئة هو حقيقي لم يكن ممكن أن يمسك به يعني ما عندوش الموت سلطان على جسد المسيح لا ما يقدرش للقبر وعلى الموت يمسك هو خلص المشكلة إيه المشكلة أجرد الخطيئة موت حاضر وكمان عقاب الخطايا حاضر يقول باعتباره إنسان حامل الخطايا إن كان قد ظلمك بش أي حد يؤمن بالمسيح إن كان قد ظلمك بش أو لك عليه شي احسب ذلك عليه أنا أقوفي هات خطاياهم حطاها علي هل تتصور حضرتك الناس فاكرة للصليب مصمرين وحربة وجلدات ولا طان ده عبا عن دي اللي هتقدرنا لكن مش هي دي الألام الجسمانية اللي احنا بيها خلصنا احنا خلصنا بألام المسيح الكفارية الدينونات الإلهية على الإنسان حامل الخطايا الخطايا دينت في جسده وجعل الذي لم يعرف خطية خطية من الزبيحة خطية الخطية يعني كان المسيح الصليب كأنه الخطية مجسدة وقرهيت الله للخطية الأصلية انصبت على المسيح ودينت الخطية وانتهت مشكلة الخطية الأصلية طب الخطايا الفعلية اتحطت عليه ودفع فطورتها وانتهت مشكلة الخطية وأجرة الخطية نتكلم على كل الخطايا نتكلم من خطية آدم لآخر إنسان موت المسيح يعمل كفر لخطايا كل البشرية لكن البدلية للي يؤمن بالمسيح نعم لكن دقم المسيح وكفرت المسيح تغطي كل العالم يجو يتمتع بكفرت المسيح ما بيتمتعش إلا اللي بيؤمن بالفعل فهو المسيح جاء اللي كي يموت عشان جاء إنسان اللي كي يموت لماذا يموت؟ لكي يبيد بالموت زي كالذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطقنا من عبودية الخوف والنانات